موسيقى العمليجة كل قانم مغاربة يعني عموما وبضواق خصوصا يعني كيعيشوا واحد الحالة ديال لأنه الأوراش ما كتتتسريش هالطريق محبوسا هاد المعب كيتصيب هاد الساحة كتتتبدل هاد الزنقى حقا نعتدر لكم على الإزعاج والناس يعني كيقولك بأنه راح قام مني غادي تسري الأشغال والأوراش رأى الأمور ستكونوا يعني على أحسن حال لكن للأساب الشديد إن فقط حشت كل شي كي تضرب زيره والفلوس كتبشيها بقى المنطورة وتنعود الرجع للنقطة الزيره والدليل هو هاد الفضيحة والكاريتة اللي عاشتها مدينة داربيضة يومي خمسة وستيانير الفين وواحد وعشرين إذ يعني الفساد عرى واحد المنظومة يعني كاريتية في مدينة داربيضة والله سبحانه وتعالى الحكومة المغربية وفي شخص السعدي العثماني قدرت سأل يوم الوطني لمكافحة الفساد واختارت واحد نهار لوقف سيانير بحل زعمال مغربة ما عارفيش الفساد بحل المغربة مع عمرهم شافوا الفساد بحل المغربة محتاجين للشي واحد يجي يبدي خبر اليوم على الفساد والمغربة رأي عاشوه مع الفساد آلفوا واستأنسوا به وغسلوا يديهم على أي سياسة ممكن تحاربت الفساد والله بروف هو أنه نهار ليه دلغ اليوم الوطني لمكافحة الفساد للحكومة جاءت تشتوهرات وبينات الفساد في مدينة الداربيضة 33 مليار دلدنم مشات هباء منطورة ما كيناش منطقة في المغرب شي جيهة في المغرب اللي تحط فيها هذا المبلغ إلا مدينة الداربيضة مهم الصحراء الأقاليم بثلاثة يعني الجيهة دلوالدهب والجيهة دلعيون والجيهة دلقون مهم اللي كتمثل هذه الأقاليم الجيهة بثلاثة 55% تقريبا من المساحة دل المغرب ما تحطش فيها هذا المبلغ كلها تحط فيها 77 مليار دلدنم الداربيضة ميوجوج ألف هكتار تحطت فيها 33 مليار دلدنم والكي الأسف الشديد بدل أن يتم تأهيل مدينة الداربيضة كما قيل اللي بضاوة إذا بديك 33 مليار مشات مع أربعة دل الجغمات دل الماء لاش حيث كي الفساد ولاش هذي الفساد كيين في مدينة الداربيضة حيث المسؤولين اللي كيسيروها سواء في مجلس المدينة ولا في الولاية ولا في شركة التنمية المحلية عندهم واحد القناعة تامة وكبر فيهم واحد غرور بأن المغرب دولة دي اللاعقاب المغرب دولة لاحيساب المغرب دولة اللامراقابة بمعنى دير اللي بغي يسير ما يديبك التوعد والتوعد ما غير يحاسبك وهذا هو السبب الذي خلق المسؤولين يقولنا اللي كيسيروا مدينة الداربيضة يتمادون في غيهم ورجعوا مدينة الداربيضة وضحوك في الريسوسوس على المستوى العالمي ناخذ العمدة مثلا دي الداربيضة ما قد يتوقفنا لأيش حجاب من صوت يعني 7211 في الانتخابات الأخرى يعني لا تمتل حتى يعني 0.3% من مجموع الناخبين دي المدينة الداربيضة لأن هذه المسألة قد ينتجاوزها العمدة دي الداربيضة لا يحس بأنه عنده شي كبدا لا علادة المدينة ولا علادة البلاد هو يعتبر أنفسه محمي بواحد الحزب وهذا الحزب يعتبر أنفسه دولة داخل دولة وبالتالي العمدة لا يعتبر هذه القوانين دي الدولة المغربية معني هو بها التي تضمن وجوب تجويد المرفع العمومي وجوب ضمن استير العادل لمصالح لبضواء إلى آخر وغير معني بها نهائيا الوالي جد ضربيضة منه رجل تعين هو سد عليه في البنو ديالو ما حرفنا مشكلة للتصوف ما حرفنا مشكلة للخلوة الشرعية وما حرفنا مشكلة للرقية الشرعية الخطورة في الأمر هو أنه عطل دور ديالو اللي يعطيه للدستور الدستور مناحها للوالي جميع الصلاحيات وجميع الميكانيزمات والنصوص القانونية ليمارس مدى الوصاية على مجلس المدينة ليمارس مدى أن يؤمن السير العادي للمرفق العمومي المحلي إذا تعطل العمدة في ممارسة في مهامه لكي لأسف شديد كما قلنا ساد دالي في البيرو واحد الجهاز خلقناها أو واحد الآلية أخرى خلقات هذه الدولة اللي زعمها أنه يرفعهم الإقاع ديالمدينة الداربيدة اللي هي الشركة التنمية المحلية لكي لأسف هذه الشركة التنمية زاد عمقات الجراح ديال مدينة الداربيدة علاش حيث لمدارة ديال هات الشركة الأغلب ديالهم يعني ماشي نابعين بالجدارة وبالاستحقاق يجاو تحطه بالبراشيت وسقيطه بالميدلات وسي نرمال واحد المدير اللي يعتبر نفسه وسقيطها بالميدلة غيره معني نهائيا بالحساب غيره معني نهائيا بأنه يتعامل مع البيضاء ويتعامل مع المغربة بالقانون غير يتعامل معهم لأنه أنا عندي كونترون ديال أعطي لك السيد اللي حطني وبالتالي يعني الشركة ديالتنمية المحلية وليو باش تكون يعني دراع من أدروع رفع الإيقاع ديالجويد المرافق العمومية في المحلية في الضربدة تحولت كما قلنا إلى كالة من العوائق ومن الكوابيح ضد المصالح العليا ديالبيضاء وديال المغربة والثالثا يعني اللي جد فجاع المغربة وفجاع بيضاء هو أنه البرلمان بغرفته اللي يحصرتها يسيد الأمة في الوقت اللي كان يعني مأمولا من هاد نواب الأمة في الغرفة اللولة والمستشارين في الغرفة الثانية باش على الأقل يترافعوا من أجل مدينة ضربدة لوقف هاد الفضيحة ووقف هاد الفساد وقينهم هما ضربين باش يقسموا لك الكعكاعة ويقسموا ذاك الريع ويبزعوا هاداك البزولة ديال المعاشات ديال صندوق تصفية المعاشات ديالهم لهذا يعني المغارباء حسوا بليوتهم خاصة بضاوة حسوا بليوت المقاوراتهم أمام يعني واحد الآلة جهنمية اللي ما كنش لغادي يرجع لهم الاعتبار هو الملعب المحمد الخاميس والشوغ اللي عشناها مع المارش الراجع مع السينيقال يعني هذا الملعب المحمد الخاميس أولا بعدها حرام يبقى يحمل اسم أحد الرموز مثلا ملعب بوزبال ولا ملعب ضايت سيكو ولا إلى آخره حيث يعني لا يليق هذا المركب بش يحمل اسم يعني رمز أحد الرموز كما قلنا دي المغاربة علاش لأن أمني كنتلقوا واحد اسمية على واحد المرفيق معين راستين شارج عند واحد كلفة رمزية كلفة سياسية كلفة معنوية يأي ما تقدم بها أو ما تقدمش بها ما قدتش تحمل الكلفة دي المحمد الخاميس على أستاذ يعني دي المضرب فمن الأحسن يعني نحيز السمي دي المحمد الخاميس ونسمي كما قلنا يعني بوزبال ولا ضايت سيكو وهذه النقطة هذه تقودوني إلى واحد المسألة أساسية ألا وهي أن واحد جزء كبير من رأي العام المغربي يعني يلتمي سخيرا في أن الملك يعطين إذن باش أن الجيش يجي دخل الضرب اللي يتسيرها باش يوقف الأمور في واحد المونضا أو لا دون مونضا هاد الشيء مني كنقول مثلا الجيش يجي الضرب ليس اللي تعطيل الدستور أو تعطيل واحد المقتدى ديمقراطي الواندول دول عظيمة ودول هباع طويل في المجال الديمقراطي وتستعيني بالجيش مناخد بريطانيا منتعطل المطار الهترو مناخد الطاليان منتعطل المرفق دي النظاف وحد المجموعة دي المدون استعنات بالقوات المسلحة دينا هي اللي نزلت لجنون في الغيس فنفس الشيء الدرب ما يمكن لها تقوم لها قائمة إلا إذا تم إحضار الجيش لسببين الأول أن القوات المسلحة الملكية عندها ولا المغرب المغرب ثانيا الجيش المغربي معروف خاصة الفرق الهندسي بالكافة أو بالخبرة أو بالسرعة و بالنضيباط في إنجاز المهام والدليل هو ما حدث مؤخرا في القرقالات بحيث فرمشة عين دخلت الفرق الهندسي العسكرية وطهرت وحررت هذا المعبر من العصابة البوليزاريو وكملت الجزار الأمني الأخير لتأمين الأقاليم الجنوبية المغربية فلهذا مطلوب أن الجيش يدخل الضربة لتطهر من العصابة الخوانة ومن العصابة الفاسدين والمفسدين